كان سؤالي برضا يا دكتور لأن احنا يمكن في الحلقة اللي فاتت وهذه الحلقة كلمنا كتير عن الأسطرة وبقى واضح أن بقى لها دور فعال جدا في علاج الحالات وإنقاذ الحياة يعني كمان هي بتتعمل بأي نوع من أنواع التخدير ولا والمريض واعي ولا بيبقى عنده نصف واعي ولا إيه بالزبط؟ الأسطرة العادية اللي هي تركيب الدعمات والآخره ممكن جدا مهدئ بس مهدئ فقط مع بينج موضعي زي بينج اللي بناخده في سناننا كده بيبقى بينج موضعي لكن المريض بيبقى حاسس وبالعكس احنا عايزينه متواعي بحيث أنه هو لو حاسب وجع في صدره أو إليك نقول له خد نفس عشان التصوير فبيبقى بينج موضعي العمليات الأكبر زي التافي والحاجات دي ممكن يبقى بينج موضعي برضو ممكن يبقى مخدر كلي لو هندخل مثلا موجات صوتية عن طريق المنزار أو لو فتحت الرجلة هتبقى أكبر شوية لكن في الأغلب دلوقتي بقى بينج موضعي هو مهم أن الناس تعرف أن الأسطارة بتدخل عن طريق الفخد من الشريان الفخد الشريان الفخد يعني بتدخل من القلب زي ما ناس كتيرة كذلك لا من شريان الفخد وطبعا برضو الأسطارة تطورت بقى برضو من ركبة من شريان الإيد الريديال ده برضو بقى أسهل جدا للمريد بحيث أنه ممكن يقف على دقيق المسافة أقصر كمان يعني بقيت المسافة أقصر يعني هو التكنيك يمكن عايز تدريب أكتر أيبا لكن هو أريح للمريد يعني المريد بعد الأسطارة بدل ما يفضل نايم ست ساعات على ظهره لا دلوقتي ممكن يقوم ويقوم ويقوم بقش الحمام ويقوم طالما ركبة من إيده الأسطار يعني ده من آيات ربنا سبحانه وتعالى من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أن التطور حاصل لهذه الدرجة وأنه مهم أن الناس يعرفوا أن التطور ده موجود يا جماعة عشان الصورة الزهنية اللي رسختها أعمال فنية قديمة وسواء أفلام أو مسلسلات أن أمراض القلب دي ملاش حل وأن الذي يصاب أمراض القلب ده يعني خلاص لا خلاص أيامه في الحياة معدودة الأمر يا جماعة أولا مش كده ثانيا التطور اللي حصل أصبح يعني لا يمكن حد يتخيله إلا بقى من خلال المعلومات اللي احنا بنسمعها